بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد أودع الله سبحانه وتعالى الكثير من صفات المؤمنين في الآيات القرآنية المشرفة تعالوا نتعرف على بعضها من خلال مطلع سورة المؤمنون يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون انظروا هنا إلى هذه الاستعارة المنيرة التي أراد الله عز وجل من خلالها أن يستعير ما يحدث في الفلاحة ليقرب المعنى إلى الأذهان عن الثواب الوفير الذي يستطيع المسلم أن يحصل عليه الفلح هو الشق وشق الأرض أي إثارة هذه الأرض وإهاجة هذه الأرض عن طريق عملية الحرث وهذه العملية الرئيسة للزرع ولذلك سمي الزرع حرثا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إذن الحرث هو الزرع ما معنى الحرث؟ هذا الفلاح يثير التربة بعملية الحرث فيتخللها الهواء فيزيد ذلك من خصوبتها وتكون مهيئة لاستقبال البذرة ومعلوم أن النباتة يتغذى على فلقتي البذرة حتى يكون هناك جذر قوي يستطيع أن يخترق التربة ومن ثم يستطيع الامتصاص منها هذا بخلاف إذا ألقيت البذرة مثلاً في أرض صماء فإن الجذر لا يستطيع أو يجد صعوبة في اختراق هذه التربة وفي الامتصاص منها هذا الفلاح الذي يكون بحرث أرضه وسقايتها ورعايتها ليجد بعد ذلك المحصول تعطيه الحبة مئة حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فإذا كانت الحبة الواحدة تعطي هذه الأضعاف هذا الفلاح الذي اكتهد وسعى وسقى وزرع وحرثا ليجد هذا المحصول فكذلك المسلم الذي يكتهد في طاعة الله ويكتهد في عبادة الله عز وجل يحصل على الخير الوفير والثواب الجزيل من الله عز وجل لذلك قد أفلح المؤمنون الفلاح أن يحصل الإنسان على أعلى ما يتوقعه من الخير أولية الفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون لم يكن ربنا سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم مؤدون لأن الأمر بآداء الصلاة مفروغ منه ولكن الكلام هنا عن الهيئة عن الكيفية وهو الخشوع أن تخشع بكل جوارحك في هذه الدقائق اليسيرة التي تقف فيها بين يدي الله عز وجل فالحق سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن صفة رئيسة من صفات المؤمنين وعن أولية الفلاح للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون لم يكن مؤدون لأن هذا الأمر مفروغ منه وإنما يتكلم ربنا عن الهيئة وعن الكيفية وهي الخشوع تماما كما يقول الوالد لولده اجلس إلى معلمك وأنصت إليه فهو لم يكن له اذهب إلى المدرسة أو اذهب إلى درس العلم هذا أمر مفروغ منه ولكنه يبحث عن الهيئة وعن الجوهر أن ينصت إلى معلمه حتى يستطيع أن ينهل من علومه ومن معارفه فيكون عالما متخصصا مثقفا صانعا للخير في المجال الذي سوف يتخصص فيه فيما بعد ثم تأتي صفة أغرى والذين هم عن اللغو معرضون واللغو هو كل مجال وكل كلام لا فائدة منه حتى إن بعض الصالحين قال إن اللغو هو كل كلام أو فعل أو أمر يحدث للإنسان لا يأخذ عليه ثواب تخيل هذا المعنى العظيم الذي قاله بعض الصالحين اللغو هو كل أمر أمر يعني قول أو فعل أو تصرف أو سلوك أو تفكير كل أمر لا يكون عليه الثواب من الله هذا لغو هذا معناه أن تستسمر كل حركة لك في الحياة أن تستسمر قولك وفعلك وتصرفك وسلوكك وتفكيرك في صناعة الخير فيما يقربك من الله عز وجل في أن تأخذ عليه الثواب الجزير حتى ولو كان ذلك في الامتناع هذا رجل جاء إلى آخر يطلب منه أمرا ما إلا أن هذا الآخر ليس بيده أن يعطيه هذا الأمر فماذا صنع هذا الآخر أخذ بيده وتوجه إلى الله عز وجل وقال اللهم إن هذا عبدك قصد عبدك وأنا آخذ بيده فأقصد ربا كأن هذا الرجل يريد أن يقول له هذا الرجل طلب مني شيئا ليس في مقدوري أن أقوم به فيقول له هذا عبد قصد عبدا وأنا آخذ بيده وأقصد ربا فاجعل خطأه في قصدي تصويبا لقصد إياك يا رب العالمين فاستسمر الرجل هذه الحالة المنيرة لأن يأخذ الثواب من الله عز وجل سيدنا حاتم الأصم كان تلميذا لشقيق البلخي يحكي لنا الإمام الغزلي في إحيائه قائلا كان حاتم الأصم تلميذا لشقيق البلخي فقال له سيدنا شقيق منذ كم وأنت معي فقال حاتم لأستاذه منذ ثلاثا وثلاثين سنة قال ذهب عمري معك فماذا تعلمت مني في هذا العمر الطويل قال التلميذ سيدنا حاتم ما تعلمت منك إلا ثمانية مسائل قال ذهب عمري معك ولم تتعلم غير ثمانية مسائل إن لله وإن إليه رجعون هاتي هذه الثمانية سيدنا حاتم جمع كل ما تعلمه من أستاذه في ثمانية مسائل وليس المقصود أنه تعلم ثمانية مسائل فقط قال له من هذه المسائل نظرت إلى هذا الخلق فوجدت كل محبوب يحب محبوبا له في الدنيا فهو مع محبوبه حتى إذا دخل القبر فارقه فاتخست الحسنات محبوبي حتى إذا دخلت القبر دخل محبوبي معي فاستسمروا حركتكم الحياتية في أن تنالوا الخير من الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر